اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يعني فكرنا في الحال كيفاش جديدين ديرو باح نخرجو من هاد今日 فكرنا فهد المشروع هاد يال مقهى يعني نفس المجال الي كنخدمو فيه لكن موتاناقل هذه هي الفكرة المشروع لكي تجد مكان مناسب يكون بعض الصعوبات حتى هذا الضمان يعني الكثير من الناس تعطى الضروف يعني رأي واحد بحالي ولا كل واحد دار قهوة اللي دار صناع كل واحد وشنو دار لنك الضروف اللي خلات كل واحد يخرج يقلب على طرف ديال الخبز كتحاول كل مرة توقف بلاساك يعني باش كتشوف كتشوف رأس كما كنقوله واش غ تصور نهارك وليلا واش غ تدخل نهارك وليلا يعني انتقلنا من بلاسا لبلاسا لبلاسا حتى وصلنا لهذه البلاسة هادي اللي لقينا في صراحة في اللو لقينا في اقبال كبير تعاطفوا معنا ناس بزاف اللي من الناس الأطور الطبية اللي في السبيطار الناس ديال سيكوريتي الناس اللي كيجي وغيري يدواوا يعني الحمدلله كما كنقولو ولينا كنتصورو نهارنا الحمدلله بخير وكنمشيو مؤخرا بدنا كنسمعو ان اللي لو كيوصلو شكايت بزاف من الأول كان واحد سيد كيقول عندو واحد الرخصة ديال هاد البلاسا ما خاصكش توقف فيها مع العلم انو كياخد تلاتين درهم في النهار ما عرفتش واش القانون صاحب باركينج لك تحطو موبيل ديالك وتعطي تلاتين درهم في النهار واش كيسمح بها القانون ولا لا من بعد لقينا انو كيقولو كينين شكايت بزاف من عند صحاب المقاعي كنظل نتو مع السلطة الرابعة راكم غادي تشوفوا تشاريع اللي احنا فيه كامل ونشوفوا اقرب مقهى لنا مش حالكة بعد علينا وممكن تسولوا الناس ديال ديال السباطر المار الرقع الناس اللي كياخدوا من عندنا واش كنخالفوا القانون واش كنخالفوا شي حاجة اللي موسيئة للتدابير الاحترازية ديال الوباء ديالكورونا للوسائل ديال الويقايا لأي حاجة للمعاملة هادشي بدأ فاد سيمانا يعني كنجي انا كنخدم كيجي وكيقولو لي يسير من بعد الوقت اللي حيث كان كنبدا مع السبعة ديال الصباح وكنسالية الليل يعني الوقت اللي كان بغي نرتاح فيه كوتر هي اللي كتخدم في بلاسي باش انا كنتخل كنتخل داخل فتونوبيل المهم الوقت اللي كتكون خدامة كوتر كيتعاطفوا مع الناس كيخليوا خدامة غير كيتمشي هي كنوقف انا عوداني كنعود لقع نفس المشكي كتلاقي مشكل حتى من عند الناس ديال البوليس لكن الحمدلله جاء واحد السيد الكولوني اللي كانشكروا من هنا ومن داك نهار رجال ديال الامن كامنين تشي واحد ما عمروا جا عندنا قلينا سيروا اللي كنشوفوه هو من بعد الناس ديال السلطة ولو كيجيوا عندنا رأى الناس ديال القهاوي كيتشكوا بكم احنا بغينا نعارفوشونا امو هاد الناس ديال القهاوي اللي ديرين بناد الكمل هائل ديال الشيكوي اللي غدي تخلي السيل قيد و السيل باشا يقادرو غدي تنقلوا عدنا يوميا يعني غدي تكونشي شكايات كبيرة بغينا نعارفوشونا امو هاد الناس اللي احنا مسبل لهم فالدار نتحاور معهم. نرى ما هو الضرر المسبيل لهم وفش ضررينهم. لماذا يدرون بنا هذه الشكاية؟ إذا هم عارفين نحن رقع ما كان عارفوهم. إذا بغوا شي حل ندروا معهم شي حل. إذا كانت شي رخصة شي حاجة خصنا نأديها باش أننا نناكلوا الخبز هنا ما ما تهربناش. النقطة التي أفضت الكأس هي الوقت اللي صافي نفجرت وبدأت كان بكي بسبب كلمة اللي دراتني بزيف. نقول الناس اللي كتتهضر مع مع المعاقب بطريقة خيبة كنتمنى ما تكونش ما تكونش قاصح مع مع الشعب دي القراتين. أنت كتسمى مسؤول بحل جميع المسؤولين اللي كينين يعني مسؤول عليها وعلى واحد خور واحد خور يعني ما تخلينيش نتضر منك نتلو يعني باش تضرني هكا حشومة. ما التي خليت احد43 اليه؟ أنى أنه لي فرحان با أه 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 أنا دا صراحيت معاقبا. أعني قبش العودتها لك ضراتني. ممكن انه يكون قالها ومشى ونسى وممكن انه يكون نسانيته واش طلقه بيه ولله ولكن انا ما نسيتوش وممكن انه اللي الكامل انا مفكرة يعني حشوما صعيبة تلكلمة اي انسان تكون نقص فيه حاجة بسيطة غد قولها لي غد تضره ايه اي ايه تت عامل معي حتني وت عامل معي قانونية اه انا كانت لفك اوكي lithت انه مشكل ولكن مضرنيش بشي حاجة alteredني لا كنت ت فادئ انني من بكيش طدام الناس او ان منبان قوية فهي فعلا انا قوية وكين في شي خطوط حمراء اي لأجاوزهم الشخص معكung مه ما تصبرش، انا ما قدرتش نصبر اول نار اول بارح انا بغيت تزيد له معي حال باش انني كنترزق أنا لا أعطفهم معي ويريدون أني هنا لا يوجد أيضاً من أجل الناس الذين يحميوني أنا أعطفهم على شخص أما أعطفهم من أجل الناس لكن لن أعطفهم في الخاطر لا أريد شيئاً أعطفهم في داري ويقوم بإمكانك لن تجربة شيئاً ولكن أريد أن نشرب أريد أن أطلب حقاً وسأقول أن أقلس ويقوم بإمكانك لن تجربة شيئاً لكن أعطفهم لن يمكنهم أن يخرجوا أو يتحركوا أنا أعطفهم على أجل المطالبين أنا أعطفهم على أجل المطالبين لم أتحركوا أي شيئاً أنا لم أتحركوا أي شيئاً أنا لم أتحركوا أي شيئاً حسيت براغسي بقيت بوحدي وفعلا مثلا الطنوبيل ما نقدرش نحركها أنا واش بشي لده هو مشا يعني شي حاجة اللي صعيبة يعني أنا نقول كده أخليك ليها إحساس صعي بالصراحة بالخصوص أنا في ذيك الوقت كانت نفسي يتيلي مضمرة في ذيك اللحظة يعني تلفت ما بقيت عرفت شنو نذير شكرا للمشاهدة